نظمت القوات المسلحة زيارة الوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعددا من الأصفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجوريا وذلك إلى المركز الطبي العالمي وللتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المركز وبدأت زيارة بعرض فيلم التسجيلي تناول إمكانيات الهائلة داخل المركز الطبي العالمي والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة في جميع التخصصات الطبية وشملت زيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفيهم وكذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام ومن جانبهم عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في جميع المجالات مؤكدين أن زيارتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة تسهم في تعرف على كل ما هو جديد في المجال الطبية